من جديد كل اتحالي الكابتن ايمان شاوي وضيوفه الكرام والكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة اقونات النادي الاهلي في كل مكان عقب نهاية لقاء الاهلي وسيراميكا وفوز الاهلي على سيراميكا باربع اهداف مقابل اللاشئ هو حارس تولد في ظروف صعبة يعني في ظل الظروف صعبة وغيابات بيعاني منها فريق سيراميكا لكن دايما المواقف الصعبة بتصنع الابطال او بتصنع الرجال بالمناسبة هي اول مباراة رسمية لي مع فريق سيراميكا نهارده ان يكون امام النادي الاهلي لكن عمل مباراة كبيرة لا يسأل طبر عن الثلاثة اهداف حمزة انا برحب بيك على شاشة تقونات النادي الاهلي حمزة معوض حارس باربع نهاية سيراميكا حمزة مباراة صعبة طبعا اشارة في ان انا نعب قدام طبعا نادي كبير زي النادي الاهلي وطبعا زي ما حضرتك بتقول كان ماتش صعب وموقف صعب واننا نزل والفرقة نقصة واحد وخسرانين فطبعا بس الحمد لله يعني الحمد لله حمزة انا عارف ان انت اساسا من قطاع ناشئين في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي طبعا بتبقى تحدي كبير جدا لما بتبقى اول مباراة لك امام النادي الاهلي اه طبعا والله احنا لعبت خمس سنين في النادي الاهلي وتربيت يعني في النادي الاهلي فطبعا دي اول ماتش اعالعبه في مسيرتي بقى قدام النادي الاهلي طبعا حاجة كبيرة وحاجة كويسة ليه الحمد لله يعني حمزة يعني بعد طرد عمر عمر ايه ابرز تعليمات اللي قال لك مدرب الحراسي كابتن هيسم شعبان وانت كنت بتفكر في ايه في الوقت ده طبعا هو يعني اول لما اطلت طبعا ده كان حسيت انه موقف صعب جدا بس يعني اللي يصبر الواحد في الحاجات دي هي دعم المدربين ودعم الكابتن يقول لي انا واثق فيك وكأنك انت زي كابتن عامر وطبعا كابتن عامر يعني اخونا كبير وكابتن هيسم ومسر المعتزل كلهم كلموني وانا نازل وطبعا كابتن محمد ابراهيم واللعبة كلها فاشالوا من عليا طبعا ضغطات كتير اوي بس ايه ايه ممكن اللعبة اللي فارقت معا كددك السقة اكتر في ملعب طبعا اول حاجة ان الجن الاول لما انزلت ما تحسبش طبعا كنت تبقى بداية مش مباشرة خالص بس طبعا لما الجن تلغى والحمد لله وطلعت على الاول كرة مسكتها وفا يعني خلاص بدأت اخذ السقة واحدة واحدة وخش المطش يعني انا شاف ان فيه هداية في ايدك انت عايزك تفرجني على كيف تفرج كل جاميرنا دي شناوي بعث لي تشيرت فانا طبعا بشكره جدا على الروح دي يعني طبعا فانا بشكره جدا يعني كابتن شناوي يعني طبعا جون كبير وجون مصري يعني طبعا عايز تقولي لكابتن الشناوي اعتقد انها موقف بدل يعني على قيمة حارس كبير زي حارس مرمى مصر والنادرع لكابتن الشناوي الموقف زي دي بتسيب انطبع جواك حارس مرمى طبعا ده يعني دي حاجة يعني فرحتني الصراحة يعني ودتني الثقة في نفسي يعني حاستتني انه وشافني ان انا جون كويس وبتاع فدي طبعا حاجة تديني الثقة وتديني حافظ ان انا مثلا يجي لي السابورت من جون كبير زي ده وجون افريقيا يعني حمز انا بشكرك بتمنى لك التوفيق ان شاء الله شكرا شكرا